ايغور سوتياجن تحدث سوتياجن لبي بي سي عن تجربته في سجن روسي قرب الدائرة القطبية الشمالية الإقامة هناك محفوفة بمخاطر كبيرة أشياء كثيرة قد تصيبك سواء من الإدارة أو المعتقلين إنه مكان خطير جدا خلال فترة سجنه في معتقلات روسية مختلفة كانت هذه البطاقات من منظمة العفو الدولية تبعث لديه الآمال وتؤكد أن قضيته ما زالت حية في سهر الماضي هبطت طائرة في الأراضي البريطانية تحمله وثلاثة آخرين ولكن السعادة لم تغمره فهو يريد العودة إلى روسيا روسيا هي بلدي وأنا لا ألومها على سجني أريد أن أعود إلى روسيا الدولة لا روسيا الحكومة بيد أنني قد أتعرض للسجن مرة أخرى لذا علي أن أفكر ماليا ما زال لديه وقت للتفكير فهو يقيم في بريطانيا بموجب تصريح للعمل والإقامة لمدة ستة أشهر